هذا ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبار من الغد في تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ولمدة عشرة أيام وذلك بمقر الهيئة في الأثناء أعلن المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية فريد زهران أنه سيتقدم للاستحقاق الرئاسي القادم كمرشح مدني ديمقراطي مشيرا إلى أن الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والذي يترأس أيد الترشح بأغلبية كبيرة في مؤتمر صحفي أعلن فريد زهران المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة تفاصيل حملته الانتخابية أنا سعيد أن أنا موجود في اللحظة دي شايف أجيال مختلفة شايف ألوان طيف سياسي مختلف شايف أن أنا مش مرشح فردي أنا مش مرشح عن فريد زهران أنا مرشح عن الجامعة ده أنا مرشح عن مش بس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومش بس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل ومش بس دوائر كتير في الحركة المدينية بتدعم ترشحي أنا مرشح بطمح وبحاول أكون مرشح البديل المدني الديمقراطي بحاول أكون بقدم رؤية مختلفة زهران وخلال المؤتمر الصحفي قال إنه يقدم نفسه في الانتخابات القادمة كمرشح مدني ديمقراطي ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأنصار الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان فريد زهران قد حصل على التزكية المطلوبة من نواب البرلمان للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 كما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% هذا وقد تأسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في العام 2011